سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحباً بكم طلوبي طلاب الصفة الأولى الابتدائي معكم الأستاذة شيماء يحيا معلمة اللغة العربية بمدارس بدر طيجرز الخاصة اليوم يا أبنائي ندرس حرف جديد واسم هذا الحرف حرف الثاء حرف الثاء رددوا يا أبنائي ما اسم هذا الحرف؟ أحسنتم حرف الثاء هيا بنا كما تعودنا مع كل حرف نعرف شكل الحرف في أول الكلمة ووسط الكلمة وآخر الكلمة هكذا يكتب حرف الثاء في أول الكلمة مثل كلمة سيمار سيمار وهكذا يكون شكل حرف الثاء في وسط الكلمة مثل كلمة هيسم وهكذا يكتب حرف الثاء في آخر الكلمة مثل كلمة تبحثو تبحثو ويأتي حرف الثاء منفصلا هكذا مثل كلمة حارث حارث إذن هذه هي أشكال حرف الثاء في أول الكلمة ووسط الكلمة وآخر الكلمة أو يأتي منفصلا الحركات القصيرة لحرف الثاء ما هي الحركات القصيرة يا أبنائي؟ نعم الفتح والضم والكسر أحسنتم سا سا حرف السا مع حركة الفتح ينطق سا صو صو حرف الثاء مع حركة الضم ينطق صو أما حرف الثاء مع حركة الكسر ينطق سي سي هيا يرددوا خلفية سا سا صو صو سي سي أحسنتم هيا بنا نتعرف على كلمات جديدة لحرف الثاء بحركاته القصيرة ثل جن ثل جن أحسنتم ثل جن هكذا حرف الثاء مع حركة الفتح الثاء ثل جن أحسنتم سي سي سيمار سيمار ما حركة الضم صو صو صعبان صعبان أحسنتم حرف الثاء مع السكون إس نين إس نين كلمة إس نين أحسنتم هرف الثاء الممدود ما هي حروف المد يا أبنائي؟ نعم ألف واو ياء كيف ننطق هرف الثاء الممدود بالألف؟ ننطقه ننطقه ثاء 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 نعم حركة طويلة ثاء مثل كلمة ثابت 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 أما حرف الثاء مع المد بالواو ينطق سو 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 مثل كلمة صوم صوم أما حرف الثاء مع المد باليا ينطق سي سي مثل كلمة سيران 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 إذن ثاء صو سي ثابت صوم سيران تدريب حلل إلى مقاطع صوتية التحليل الحرف الساكن يأتي مع الحرف الصابق له وحرف المد يأتي مع حرف الممدود والحرف المتحرك في مقطع بمفرده أول كلمة كلمة سل جن سل جن نعم فهنا حرف الساء يأتي مع حرف اللام لأن حرف اللام ساكن يأتي مع الحرف الصابق له في مقطع والجيم بمفردها في مقطع صعبان صعبان نعم حرف الساء مع حرف العين لأن حرف العين ساكن يأتي مع ما قبله ومقطع البا فهو مد وممدود يأتي في مقطع والن في مقطع بمفرده صعبان كلمة ثمار 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 هنا حرف الساء جاء بمفرده لأنه متحرك والحرف ما بعده متحرك إذن يأتي بمفرده أما المقطع الثاني كلمة ما ما فهي مد وممدود لأنه متحرك وحرف الرا يأتي بمفرده ثمار كلمة ثابت ثابت أول مقطع ثا ثا نعم مقطع المد والممدود وحرف البا بمفرده وحرف البا بمفرده لأنه متحرك نن سيران نعم حرف الساء يأتي مع حرف المد الياء في مقطع وحرف الرا يأتي مع مد الألف في مقطع آخر وحرف النون بمفرده هيا معنى يا أبنائي نقرأ الكلمات سل جن سل جن رددوا يا أبنائي أحسنتم صعبان صعبان ثمار ثمار ثابت ثابت الصوم صوم صوم صيران صيران صوم شران تدريب آخر بين حرف المد والحرف الممدود حروف المد ثلاثة ألف و و w هرف المد ثلاثة نعم أحسنتم ألف و ي والحرف الممدود أحسنتم الصف الأول يأتي قبل حرف المد أول كلمة كلمة ثابت من منكم يا أبنائي يقولوا لي أين حرف المد نعم مد بالألف والحرف الممدود هو الحرف السابق له مباشرة حرف الس تاني كلمة كلمة صوم أين هنا حرف المد نعم حرف المد هو حرف الوا والحرف الممدود الحرف السابق لها مباشرة وهو حرف الس آخر كلمة كلمة سيران هنا حرف المد حرف الياء أحسنتم والحرف الممدود س الحرف السابق له مباشرة وفي هذه الكلمة يا أبنائي يوجد حرف المد آخر وهو حرف المد الألف نعم هذه الكلمة يوجد بها مد بالياء و مد بالألف فأين الحرف الممدود لحرف المد الألف؟ أحسنتم طلابي حرف الراء فهو الحرف السابق له مباشرة أحسنتم أحبائي أكمل شبكة المفردات لحرف الس هيا بنا يا أبناء س سلج س صعبان س سمار اثنين أحسنتم يا أبنائي الواجب المنزلي يا أبنائي كتابة كلمات حرف الث وتحليلها إلى مقاطع صوتية وشكرا لكم يا أحبائي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته